موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بعيد الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاؤه يزور نواحة الشهداء الاماراتيين وجامع الشيخ زايد الكبير موسيقى النائب البحسني رأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بساحل حضر موت موسيقى محافظ حضر موت يشهد الحفل الكرنفالي والفني بالمكلة احتفاء باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الامارات الشقيقة نشرة الاخبار من تلفزيون حضر موت يقرأها لكم مع عبدالله برعية بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهرية الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لبلاده واعرب فخامة الرئيس باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه وتمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمفور الصحة والسعادة وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة واشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها الامارات العربية المتحدة وبمواقفها المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافل الاقليمية والدولية زار فخامة الرئيس الدكتور أشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وحتى الكرامة في العاصمة الاماراتية أبوظبي التي تخلد شهداء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتضحياتهم في الداخل والخارج وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس في الموقع الشيخ خليفة بن طحنون آلنهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء الإماراتيين ووضع فخامة الرئيس إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد في واحة الكرامة ثم تجول في الموقع واستمع مع عضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح من المعنيين حول محتويات الموقع الرمزي وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة بسجل الزيارات عن عظيم الامتنان لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة بلدنا وشعبه والدفاع عن مصالحه الوطنية وهويته العربية كما زار فخامة الرئيس الدكتور شاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبوظبي حيث كان في استقبالهم مدير مركز الجامع يوسف العبيدلي وخلال الجولة زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاؤه ضرح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل لهيان المجاور للجامع وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينه بسجل زيارات الجامع عن بالغ إعجابه بالصرح الشامخ الذي تتلألأ به حضارتنا الإسلامية وتزهو من قلب الخليج وحاضرته أبوظبي كما أراد له الأبو المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل لهيان طيب الله ذره وأضاف إنه تحفة معمارية مدهشة وصرح إسلامي عالمي شامخ نجد فيه ماضينا وحاضرنا ورسالة سلام لا تنضب وتذكير مستحق بإرث قائد عربي من طراز رفيع رأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلة ومعه محافظ حضر موت مبخوت مبارك ماضي الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بالساحل الوقوف أمام الحالة الأمنية والتصعيد الحوثي الخطير على المنشآت الاقتصادية بالمحافظة وفي الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس القيادة أن الاستهدافات الأخيرة للمنشآت الاقتصادية تم مناقشتها على مستوى مجلس القيادة الرئاسي مع التأكيد على ضرورة تزويد قوات النخبة الحضرمية بوسائل الدفاع الحديثة بما يمكنها من التصدي للهجمات العدائية الإرهابية واستعرض النائب البحسني نشاطه بمحافظة حضرموت الوقوف أمام القضايا الأمنية وتقييمها والبحث عن حلولها ومعالجتها بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي من خلال عقد لقاءات مع المسؤولين كافة بالمحافظة والمكونة السياسية والقوى القبلية والشخصيات الاجتماعية لتوحيد الجهود ومساندة السلطة المحلية بحضرموت في أداء مهامها والتصدي لأي مخاطر محدقة تهدد الأمن والاستقرار وشدد النائب البحسني على العمل بمبدأ التدوير الوظيفي في بعض مرافق الدولة لتجديل الدماء فيها وتحقيق نجاحات جديدة وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ضد المقصرين في أداء واجباتهم ومعاقبتهم وتكريم المبرزين والمنضبطين في أداء الواجب الوظيفي كما بيّن محافظ حضرموت من جانبه أن هذا اللقاء يأتي لتدارسي ولبحث آلية الدفاع عن حضرموت ومنشآتها الاقتصادية والعمل على تأمينها من خلال تزويد قوات النخم الحضرمية بوسائل الدفاع الحديثة للتصديل أي هجمات معادية مستعرض أبرز القضايا التي تتطلب تدخلات من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بما يمكن حضرموت من الحصول على مستحقاتها ومكانتها التي تستحقها البداية اسمحوني أن أقول لكم تحيات وتهاني خامة الرئيس دكتور شهاد العليبي بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للإستقلال الوطني 30 من نوفمبر وأنا أهليكم بهذا المناسبة نيابة عن زبنائي حضاء المجلس القياد أسمحوني في البداية أيضاً أنا أشكر لأخر المحافظة على تكتيب هذا اللقاء وأنا أشكر على كافة الجهود التي يبدلها بسبيل الحفاة على حضرموت التماسكة موحدة بسبيل تحقيق الرجاحات الإقتصادية بسبيل تحقيق نموذج في تنفيذ الخطط المطروحة أمام المحافظة في هذه الظروف المحافظة يواجه صعوبات وأنتم تواجهون أيضاً معه صعوبات صعوبات اقتصادية متضاءة كبيرة صعوبات أمنية لذلك أبدأ التعاون وأبدأ الشعور بالمسؤول يجب أن يكون حاضر لديكم لا أريد يوم من الأيام في موقع ما يقول واحد مدير عام والأوكيل عندما تحصل هناك إخواءات في الموقع الذي يقوده يقول أنا ما سيبي السيبك لماذا تحمل مسؤولية السياسية هذه؟ من البداية يقول ما أنا قادر أما اليوم البلد في وضعية حرب يجب أن يكون مدير العام زي ما المحافظة رئيس الرجل الأمنية هو رئيس الرجل الأمنية في الموقع الذي يقوده نحن في حضرموت يجب أن نكون متماسكين بواحدة النسيج الانتناعي لمجابهة كل الأخطار المحجقة بهذه البلاد نضع على سيادتي أيضا متطلبات المحافظة وما تعرضت له من حقوبا في مستحقاتها تقام في عهده السابق أو فيما مضى من الأشهر التي تولينا فيها قيادة هذه المحافظة افتتح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلة معرض الصور الخاص بتدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع احتفالها باليوم الوطني الحادي والخمسين والذي تنظمه قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية وعبر نائب البحسني عن سعادته بافتتاح معارض الصور لدولة الإمارات الذي ياتي عرفانا من مجلس القيادة الرئاسي وأبناء حضرموت بمشاركة الإمارات احتفالاتها بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين مهنئا قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها والشعب الإماراتي كافة بالعيد الوطني وطاف النائب البحسني رفقه عدد من المديرين العامين لمكاتب وزارات الإعلام والثقافة والمؤسسات الإعلامية بأركان المعرض متعرفا من مدير قاعة حضرموت خالد بن عقلة إلى ما يتضمنه المعرض من صور لقادة دولة الإمارات وشيوخها وتدخلات في المجالات العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية وكذا الإنسانية والإغاثية بحضرموت إلى جانب النهضة التنموية التي شهدتها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ونوها النائب البحسني بتدخلات الدولة الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية على مستوى الوطن وحضرموت خصوصا التي شملت القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية وجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الأعمال الإنسانية والإغاثية لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم بسم الله الرحمن الرحيم سعدني في هذه اللحظات أن أعلن عن افتتاح معرض الصور لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى الواحد والخمسين اليوم الوطني لدولة الإمارات ويساعدني أيضا أن تعرض هذه الصور في معرض الصور الدائم في مدينة البقلة هذا المعرض الذي له عدد كبير من الزوار على مدار العام ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أقول أسمة آيات التبركات والتعاني إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لا شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الصديق والشقيق الذي هو بالنسبة لنا رمز للتأخي ورمز للمحبة ورمز للعطاء حضر موت لن تنسى تدخلها دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تحرير حضر موت من العناصر الإرهابية تنظيم القاعدة عملية التحرير مرتبطة أصلاً باسم دولة الإمارات فلن تنسى تدخلات الإنسانية لهذه الدولة وما قدمتهم مساعدات الإنسانية أدعو جميع المواطنين لزيارة هذا المعرض والاطلاع على ما هو جديد فيه التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عدداً من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشايخ والأعيان بمحافظته تعز وفي اللقاء الذي حضره عضو المجلس عبدالوهاب معوضة ومحافظة المحافظة نبيل شمسان والوكلاء وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدير المكاتب التنفيذية والمديريات بالمحافظة أنه رئيس مجلس النواب الحاضرين وأبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسة لعد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر المجيد معبراً عن سعادته الكبيرة بزيارة المحافظة ولقاء أبنائها من مختلف الأطياف والانتماءات مبيناً أن البلد تمر بظرف خطير تتكالب عليها القوى من كل جانب وأن الرهان سيكون على تعز في الدرجة الأولى بأن تكون عامل الالتقاء والتوحد على الثوابت الوطنية وليس عاملاً للفرقة مؤكداً على أن الميليشيات هي المستفيد الوحيد من الخلافات البينية حضر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمنتدى حوارات المتوسط في العاصمة الإيطالية روما والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إيس بي ويشارك في المنتدى قادة وشخصيات رفيع على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام المختلفة كما سيتناول المنتدى عدة قضايا متعلقة بالأمن والهجرة والثقافة وسيشارك الوزير بن مبارك في فعالية خاصة بعنوان اليمن سوريا ليبيا الأزمات التي لم تحل شهد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة الفعالية الاحتفائية والحفل الكرنفالي والفني بخور المكلة الذي نظمته الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات بحضرموت مشاركة من أبناء حضرموت لاحتفالات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الحادي والخمسين وفي الفعالية نقل محافظ حضرموت التهاني والتبركات لسمو الشيخ محمد بن زايد المهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأبناء الإمارات كرفة بمراسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين مشيرا إلى أن هذا اليوم ينظر إليه العرب بمزيد من الفخر والاعتزاز ففي الثاني من ديسمبر من العام 1971 ميلادية جمعت قلوب الإماراتين تحت راية موحدة تمثلت نقطة الانطلاق لملامح دولة حضارية بمسيرة مباركة قدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ليواصل المسير اليوم على نهج التأسيس الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وأخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وقال المحافظ بالماضي أن دولة الإمارات أثبتت علو شأنها من خلال مواقفها المناصرة لقضايا جيرانها والعرب ولعبت دورا محوريا إلى جانب المملكة العربية الشقيقة في قيادة التحالف العربي لوأد المد الفارسي الداعم للميليشيات الحوتية الإنقلابية وهزيمة فلول تنظيم القاعدة الإرهابي من ساحل حضر موت وأسهمت في الإعداد لإنشاء قوة النخبة الحضرمية من أبناء حضر موت شاركتهم بالدم والدعم للتحرير من القاعدة في الرابع والعشرين من إبريل في العام 2016 وهو تاريخ سيظل خالدا في نفوس أبناء حضر موت وتاريخ الحرب على الإرهاب كما أسهم في مد يد العون للمؤسسات العسكرية لتكون الدرع الحصين ضد قوى الظلام والشر ودعم برنامج متكامل لإعادة تأهيل جهاز الأمن والشرطة بعد تدميره من العناصر الإرهابية ما أسهم في جعل حضر موت الأكثر أمنا واستقرارا من غيرها من محافظات الوطن وسندت الإمارات جهود البناء والتنمية والإغاثة وما تزال تواصل المسيرة مساندة لنا ضد قوى الشر وأكد المحافظ وحدة المصير والدم من أجل استعادة الشرعية من الميليشيات الحوثية الإنقلابية وتطهير ساحل حضر موت من تنظيم القاعدة الإرهابي متمينا التدخلات العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية للأشقاء في دولة الإمارات لأبناء حضر موت معربا عن الشكر والعرفان لهذه المواقف ومشيدا بالتطور والنهضة العلمية والتنموية التي شهدتها دولة الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ورفع قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن طيار فائز منصور التميمي تهاني قيادة المنطقة العسكرية الثانية لقادة دولة الإمارات الشقيقة وحكومتها وأبنائها باليوم الوطني الحادي والخمسين مشيرا إلى أن هذا اليوم شكل منح آخر وأسس لمصير مشترك لدولة اتحادية عصرية قوية وفاعلة على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان طيب الله تراه معربا عن الشكر لمواقف الإمارات الفاعلة في قيادة التحالف العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية ومواقفها المشهودة ضد المد الفارسي وتنظيم القاعدة الإرهابي ودعمها المتواصل للأجهزة العسكرية والأمنية وأكد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالية الجنوبي بمحافظة حضر موت العميد الركن سعيد أحمد المحمدي أن مواقف دولة الإمارات ستظل محل تقدير أبناء حضر موت والجنوب وأن هذا الاحتفال يعد تعبيرا صادقا لمشاعر الوفاء لدولة الإمارات التي عملت على ترسيخ قيم السلام والتعايش سيرا على نهج الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وعكست مسيرتها قصص نجاح سابقة الزمن في النمو وتطور جعلت منها رمزا للتميز والإنجاز وأكد العميد المحمدي الاعتزاز بعلاقات الأخوة الصادقة والوثيقة مع دولة الإمارات التي قدمت تضحيات بفلدات أكبادها في سبيل ترضي أدرع إيران وتنظيم القاعدة وشهد الحفل إطلاق الألعاب النارية وفقرات شعرية وغنائية وعرض فيلم وتائقي عن نهضة دولة الإمارات الشقيقة حضر الحفل عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيك والمدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية العميد السامي السعيدي والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية اطلع محافظ حضرموت مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة على نشاط مؤسسة سلام وبناء لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية الممولة من المنظمة البريطانية المانحة سافر وولد واستمع المحافظ بن ماضي من رئيس المؤسسة محمد صالح الكثيري ومدير البرامج سمية السبعي إلى التحضيرات لتدشين برنامج دعم مبادرات المسائلة المجتمعية التي ستنفذ في أربع مديريات هي حجر، الدس الشرقية، ساه والقطن ويهدف البرنامج إلى تطوير المبادرات المحلية وتعزيز دور الرقابة والمسائلة الاجتماعية المراعية للمبادرات الشعبية وأشاد محافظ حضرموت بجهود مؤسسة موجها بإنجاح البرنامج في المديريات المستهدفة نقش محافظ شبواء الشيخ عوض محمد العولقي مع قيادة المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين في أثناء الخدمة بالمحافظة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل المعهد ونشاطه والمشاكل والصعوبة التي تواجهه وأبرز متطلباته العملية وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش استعرض عميد المعهد الدكتور صالح بن جميع ونائبه محمد السيد أبرز الجهود والأنشطة التي يقوم بها المعهد في مجال تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة والآمال والطموحات المنشودة لرفع درجة التأهيل في هذا المجال منوهان إلى أبرز المتطلبات العملية للمعهد والتي سيكون لتلبيتها دور مهم في تحسين عمله ونشاطه وتطويره نحو الأفضل وخلال اللقاء أشار المحافظة العولقي إلى همية المعهد وضرورة دعمه ومساعدته ليتمكن من القيام بدوره المنشود في رفع كفاءات المعلمين ومهاراتهم الذين لم يتمكنوا خلال الفترات السابقة من الحصول على فرصة التأهيل العلمي المناسب لهم مؤكدا أن قيادة المحافظة لن تألو جهدا في دعم المعهد ومساعدته وتقديم التسهيلات اللازمة له اختتمت أكاديمية الخريجين لتدريب وتنمية القدرات بالمكلة البرنامج التدريبي لطلاب المرحلة السريرية وأطباء العموم والامتياز في قراءة الأشعة التشخيصية برعاية مكتب الصحة والسكان بساحل حضر موت وبالتنسيق مع مؤسسة الطبيب الزائر وشارك في الدولة ستة وعشرون طبيبا وطبيبة بهدف رفع مهارة الأطباء الجدد في قراءة الصور الاشعائية وتشخيصها من خلال دراسة حالات الطوارئ لتجنب الوقوع في أخطاء قد تود بحياة المريض وخلال اختتام الدورة أكدت نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضر موت الدكتورة فائزة العمودي أهمية الدورة في تأهيل الشباب وبناء قدراتهم في المجال الصحي الأمر الذي سيعود بالفائدة للمرضى خصوصاً ولمهنة الطب في البلاد بشكل عام ودعت المشاركين للحرص والاهتمام للمعارف والمفاهيم التي تلقوها خلال الدورة والاستفادة القصوى منها نشرتنا الإخبارية انتهت نذكر بأبرز مجاة فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني وبيعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاؤه يزورون واحد الشهداء الإماراتيين وجامع الشيخ زايد الكبير النائب البحصني رأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بساحل حضر موت محافظ حضر موت يشهد الحفل الكرنفالي والفني بالمكلة احتفاءاً باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات الشقيقة ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيزيون حضر موت في أمل الله وحفظه اشتركوا في القناة